وتعايز فلسطين يعمل ايش عام الفلسطين نهاردة العالم يعمل ايه النهاردة ايه السقة اللي انا ممكن اديها لأي مسئول امريكي يجيلي او اععد معاه واتكلم معاه وقول امريكا امريكا بتعملش حاجة امريكا هي اسرائيل واسرائيل هي امريكا من الاخر الحماية والدعم والسلاع والحماية هو حصانة بيقول له كمل واقتل وكمل 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 وروح رفح طيب يروح رفح وبعد رفح هيعمل ايه هيعمل الواحد ونص مليون الموجودين في رفح ماذا لو جاءوا الى مصر ايه اللي هيحصل ماذا لو حدث اي شيء ايه اللي هيحصل لو الشهداء مات منهم مئة الف تاني ايه اللي هيحصل مين يتحمل الدم دي امريكا في رقبة امريكا قبل اسرائيل لان اسرائيل ما بتعملش حاجة من غير امريكا اسرائيل لا تأخذ اي اجراء الا لو امريكا اديتها الدعم سيبكم من كلام بايدن وزعلان وبلينكين مأموس ومش عارف قولين بيرز مش سعيد لا 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 كونوا تمثليات مسرحية امريكية اسرائيلية علينا خطة شغال علينا خطة لا تهدأ هذه المنطقة خطة لي ايضا اللي عملوه في 11 عايزين يعملوه تاني دايما الادارات بتاعتهم كده بقاش في استقرار والدول تدفع ثمن والشوف تدفع ثمن هل في من يوم 7 اكتوبر امريكا تستطيع وقف اطلاق النار من 7 اكتوبر و8 اكتوبر و10 اكتوبر لا تريد امريكا هذا الامر ولا تصدق امريكا ولا تصرحات الامريكان ولا من اول بايدن وانت نازل كلهم زي يوم زي نتنياهو الى متى الى متى استمر القاتل الى متى تستمر الى متى تدفع الشعوب الى يعني مزيد من التراهية ومعادات الغرب انتوا اللي بتعملوا ده بالمناسبة يعني انتوا اللي بتخلي الشعوب تبقى عندها مشكلة معاكم لما العالم كله يلاقي كده هو ايه المطلوب من الشعوب هو انتوا فوق البشر امريكا فوق البشر اسرائيل فوق البشر ما فيش قانون رادع مجلس الام ده لازم يتفك ترجمة نانسي قنقر